بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الاشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نتمنى لجميع الطلاب الشهادة الاعدادية النجاح والتوفيق بازن الله طبعا كتير بيدور على نتيجة الشهادة الاعدادية انا مش هتطور عليكم في الكلام لكن في حاجات لابد منها عشان تعرفوها اولا علشان تجيب رابط عشان تجيب النتيجة بتاعة حضرتك هتجد اسفل فيديو لا تشاهده الان في اليوتيوب تضغط على الوصف هيطلع لك اللينك بتاع الصفحة دي هيطلع لك اللينك بتاع الصفحة دي تحتولك في صندوق الوصف تمام كده تضغط علىoku transaction هيحولك للصفحة دي الصفحة دي زي ما انتشايفين كده مكتوب فيها نتيجة الشهادة الاعدادية الفين تلاتة وعشرين كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس والرابط رابط متاح تمام كده لو نزلنا تحت طبعا حضرتك هتدور على المحافظة بتاعتك زي ما انتشايفين كده اصدنا نتيجة الشهادة الاعدادية الفين تلاتة وعشرين وزي ما انت شايفين بردك موجود للرابط اضغط هنا. لما تضغط هنا مسلا انا افترض ان انا من محافظة القاهرة على سبيل المثال هيفتح معايا بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه الصفحة ديت. هنزل تحت. هضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية. ومجرد الضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية هيحولني للصفحة التالية. بعد كده بنزل تحت بردك واختار اه نتائج الشهادة الاعدادية زي ما انت شايفين كده على الشاشة. وهجيب لي بعد كده ان انا ادخل الرقم الجلوس بتاعي نتيجة الشهادة الاعدادية تاني. تمام كده? وانزل تحت زي ما انت شايفين بدخل رقم الجلوس واقول له عرض النتيجة هجيب لي النتيجة بتاعة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة. تمام? كذلك الامر بالنسبة الباقي المحافظات. هتنزل بردك محافظة الجهزة زي ما انت شايفين تضغط هنا على اللينك دوت. وبعد كده بردك موجود محافظة بورسعيد بردك على سبيل المثال هضغط هنا هوت على اللينك هيحاولني للينك بتاع محافظة بورسعيد ويدخل الرقم الجلوس هجيب لي النتيجة على طول ولو نزلنا تحت بردك هنلاقي بردك بقية المحافظات زي ما انتوا شايفين كده شمال سينة ومعظم المحافظات هتلقوها في اللينك دوت زي شايفين معظم محافظات جمهورية مصر العربية هتلقوها في الصفحة ديت طبعا انا مش هنفع ان انا احط لينك لكل محافظة علشان كده هحط لك اللينك بتاع الخبر دوت ومجرد دخولك على اللينك بتاع الخبر دوت دور على المحافظة بتاعت حضرتك وتضغط على اللينك بمجرد الضغط على اللينك تدار بعد كده تدخل رقم الجلوس وتحصل على النتيجة احنا طبعا بنتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق بازن الله اه اتمنى من حضرتك في الختام تكون استفدت وما تنسانيش بدعوة صالحة بظهر الغيب تمنياتنا لكل الطالب والطالبات بالنجاح والتوفيق والتفوج باذن الله سبحانه وتعالى يا رب ينجح كل الطلاب وطبعا كل الولي امر يكون رعينه بابنه وان شاء الله كله يحصل على الدرجات اللي هي ترضيه ويخش الكلية طبعا يخش السنوية العامة وبعد كده يحقق اهدافه بدخول والكلية اللي ترضيه باذن الله دونتن في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته